بالتزامن مع الإدانة الأممية لقصف دهوك وعملية قصف حقل كورمول الغازف السليمانية دعت أوساط سياسية في كردستان حكومة الإقليم إلى تدويل ملف القصف بشكل عام لا سيما أن محافظات كردستان تعرضت خلال شهر واحد إلى أكثر من خمس هجمات صاروخية أنا أعتقد هذه الأحداث خلقت بيئة للجماعات المسلحة الخارجة عن القانون لكي تترجم كثير من هذه الأمور إلى فعل عدواني وهذا ما يحصل فعلا أنا أعتقد أن هذا الصراع على الطاقة ليس محليا بقدر ما هو أيضا إقليمي ومنذ إعلان حكومة إقليم كردستان أن الإقليم سيصبح في المستقبل القريب مصدرا للغاز الطبيعي إلى دول الجوار وأوروبا لم تتوقف الاستهدافات بضرب بنيته الاقتصادية فيما أكدت حكومة الإقليم أنها تمتلك معلومات وافية عن الجهات التي تشن تلك الهجمات هذه مسؤولية الحكومة الاتحادية أن تقوم باعتقال ومحاسبة هؤلاء الفصائل الخارجين عن القانون وأيضا سجد الثغرات الأمنية الموجودة وفق الاتفاقات بين نقيات عملات المشتركة ووزارة البيشماركة في إقليم كردستان حتى نتمكن من قطع الطريق أمام هذا نحن لدينا مسؤولية محاربة الإرهاب هذه المسؤولية مسؤولية تضامنية مع القوى الاتحادية ويتخوف كثيرون من تعطيل الاستثمار وانسحاب شركات عالمية بسبب تكرار عمليات القصف الصاروخي على الإقليم ما يحتم على الجهات الأمنية العراقية الضرب بيد من حديد لكل من يحاول استهداف اقتصاد البلاد في ظل أزمة الغذاء والطاقة العالمية سلسلة استهدافات ابتدأت من قصف منزل مدير شركة كار في أربيل وحقل كورمور في السليمانية وصولا إلى قصف مصيف برق في محافظة دوهوك استهدافات بعثت برسائل تقول أن كل شيء وارد في السياسة والاقتصاد من أربيل بشيرة الحسن قناة الفلوجة